تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سلبي سبورت في يوتيوب حلقة اليوم ربما اللي بشوفوا التعليقات في قصص الجمعة بلاحظوا انه بالفترة الأخيرة فيه تعليق بيكادروا أكتر بالصديق نحكي لنا قصة تبديد إخوار رومان ريكلمي أمام ألمانيا في كأس العالم 2006 وأيضا لو رحنا وعملنا هيك بحث فمنلقى نتيجة في موقع بليد شربورت عن خمس لحظات مجنونة في تاريخ الأرجنتين كله في كأس العالم وحنلقى فيه طبعا هدف ماردونا بالإيد حنلقى فيه طبعا تعاطي ماردونا المنشطات أو أي شيء مخدرات فيه كأس العالم 94 وحنلقى فيه بشكل غريب تبديل ركلمي شو الفكرة اللي بتخلي تبديل بقدر هدف تاريخي بالإيد أو بقدر طرد أحد أفضل لعبين في التاريخ بسبب المنشطات هي الفكرة اللي هي تركيبات أولا ركلمي كان جاي في عام 2006 قائد فياريال لموسم مذهل نصف نهاية دولة أبطال أوروبا فكان من أهم لعبين الوسط في العالم وقتها بلا نقاش من نفس الوقت كانت الأرجنتين تقدم ربما أجمل كرة خدم في تلك البطولة حتى تبديل ركلمي كان الفريق عم بيعاب كرة رائعة متعدد المواهب متعدد الخبرات متعدد مصادر الخطورة وطرق الأهداف وربما أشهر شيء وللأسف ما بقدر أحطه عشان الحقوق الملكية هدف الأرجنتين بعد أكثر من 20 تمريرة أمام منتخب سربيا جاءت مباراة دولة ثمانية الأرجنتين عم بتواجه ألمانيا ألمانيا وصلت ذلك الدور بس ألمانيا كانت عم تتعافى من جروح يورو 2004 وأربع الفريق كان لسه عم بتطور اللي شافوا أداءه في تلك البطولة بيعرفوا أنه كويس بس لسه ما وصل ألمانيا المثالية في المقابل كانت الأرجنتين عم تدخل المونديال وهي عندها طموح أنها تحقق اللقب نتيجة عدة مصادر خطورة زي ما يقولت وعدة لاعبين بيعيشوا فترتهم الممتازة اتقدمت الأرجنتين بهدف مقابل الأشياء وبقيت مسيطرة على الأجواء ألمانيا تقريبا بلا خطورة حتى الدقيقة 72 هناك قرر المدرب بيكرمن يخرج ريكلمي حتى تلك اللحظة خروج ريكلمي في ذلك اللقاء للعلم ما كان مشكلة ليش؟ لأنه ريكلمي ما كان عم بيلعب أحسن مباراة له يعني كان شوي بدنيا عم بيعاني أمام الألمان المشكلة فعليا في البديل البديل كان كان بياسو لعب ريال مدريد والإنتر السابق دخل كان بياسو كان محور دفاعي بعد بدون أي أدوار هجومين حتى تلك الفترة في مسيرته وكأنه بيكرمن حسب قول صحف الأرجنتين في ذلك الدبديل عم بيقول لألمانيا احنا خايفين على تقدمنا احنا بدنا نحافظ على التقدم ما مندور على شيء آخر صحيفة غارديان وصفة تلك اللحظة وبعنوان مشهور جدا التبديلات المجنونة تعطي ألمانيا اللقاء الجميع كان يتسأل ليش ما لعب ميسي ميسي وقتها للعلم ما كان المهاجم الوهمي اللي بنعرفه الآن ميسي كان لسه عم بيختار ما بين جناح مهاجم ثاني لعب رقم عشرة فكان يمكن أن يلعب به في تلك المبرة كان شاب صغير عمره 19 سنة وأيضا كان في أي مار لعب خبرة لعب أصبح معروف عنده تقافة كرة دولية كان له سنين عم بيلعب أيضا كان بالإمكان استعماله كخيار هجومي لكن هو ذهب إلى الخيارات ففي الدقيقة 80 جاء تمدير آخر خرج هرنر كريسبو ودخل بدانه خاليو كروز اللعب اللي ما عنده شي تقريبا إلا يكون مهاجم صندوق وفريق بدون صنع علعاب وبدو يتراجع فالناس ما فهمت شو اللي حصل فكان كاما أيضا في تساول أيضا كان عنده خيارات مثل ميسي إنه يدخل كمهاجم ثاني زي ما حكيت ويكون هو اللعب اللي يحافظ على الكرة ويمنع الألماني يتقدمه بجنون خوفا من مرتدات هذا الموهوب وأيضا كان فيه لاعب أيضا عنده السرعة وعنده المهارة اللي هما سابق ولا لكن ذهب إلى خيار إكرو وألماني سجلت تعادل بعد دخول هذا اللعب بدقيقة وعندما أرادت الأرجنتين أن تهرب من فخ ركلات ترجيح وهي تشعر إلى أفضلية فنية في اللقاء حاولت أن تهجب وجدت أنه ما عاد عندها في الملعب مصادر إبداع وبالتالي ذهبت إلى ركلات ترجيح وخسرتها مع ألمانيا في ركلات مشهورة أنه ليمن حارس ألمانيا دخل معه ورقة كانت أول بداية علم الإحصاء ربما ودخول الأرقام في كرة القدم كل لاعب ورح يسدد بالعادة بنسبة تزديده وقوة تزديده بالعادة هذا شيء يخلى ليمن لأمن عنده سبق ولو لحظة على لاعب الأرجنتين سمح له يقود ألمانيا للفوز وللعلم ذلك الفوز كسر شراكة تاريخية بين ألمانيا والأرجنتين بينهم المنتخبين اللي ما خسروا أي ركلات ترجيح من المنتخبات اللي لعبت مرتين أو أكثر طبعا كرواتيا انضمت لذلك المد لأنها صارت هي لعبة مبارتين في كأس العالم 2018 ركلات ترجيح فازتهم بس حتى الآن ألمانيا هي المنتخب الوحيد للعب ثلاث مباريات أو أكثر وفاز بكل مبارياته الأرجنتين أصبح عندها خسارة واحدة من أصل خمس مباريات ألمانيا طبعا لعبات أربعة فازتهم كلهم بيكرمن ما تحدث كثير عن ذلك التبديل بعد اللقاء أو تجنب يتكلم فيه لكن سكلوني اللي درب الأرجنتين أيضا بعد سنوات وكان موجود ولتقى في بيكرمن عام 2007 حسب قوله في إحدى التصريحات وسأله شو اللي عملته فقال له بالنسبة لبركلمي كامبياسو هذا تبديل تكتيكي بيعملوه كثير مدربين ومنهم تثبت محهم منهم لا يعني طلع لعب مهجومي بدنيا دفاعيا مش كتير بتنزل بدانه محور وهذا وتحفظ على تقدمك لأنك بتلعب ضد الألمان في مرعبهم وبالنسبة لعدم دخول ميسي ما كنت أعتقد أنه جاهز ذهنيا لخوض ذلك اللقاء كلعب شاب صغير في العمر وأول مرة بخوض كأس عالم وجاي من إصابة كان صعب جدا أني أدفع فيه في ذلك اللقاء هذه وجهة نظر إسكالون بالنسبة لكروز ليش ما دفع بيسافيولا أو ميسي في ذلك المركز قال أنا كنت أدور على لاعب طويل ألعب له كرات عالية عشان نحاول لما ألماني طبقتنا نرتكز عليه في البوع طبعا خيارات تكتيكية ذهب لها بيكرمن الليلة العلم كانت الأرجنتين متفائلة جدا في تكتيكيا ولكن سبحان الله الخضاء تابعه ييجي تكتيكي بتبديلات مش مفهومة حتى الآن تبديلات الجميع بيعرف أنها أعطت ألمانيا الكرة حتى نهاية اللقاء أرهقت الأرجنتينيين حتى نهاية اللقاء هزت ثقتهم بنفسهم حتى نهاية اللقاء لأنهم مش عارفين يستعيدوا الكرة من الألمان لأن الألمان صار عندهم لعبين وصف أفضل في أرض الملعب وربما هذا يكون ساهم بشكل أو بآخر بتفوغ بهني ساعدهم على الفوز بركلات الترجيح هذه هي قصة تبديل بكلمي هو تبديل كان حيمر بسلام لو الأرجنتين ما طلقت هدف التعادل من هداف التاريخ إلى كأس العالم ميرزلاف إكلوزي وفي كثير اعتقاد عندي الأرجنتينيين أنه ذلك اللقاء من الأنقاب اللي أهدروها بأخطأهم الشخصية ومش بأخطاء الآخرين ولا قوتهم كانوا يعتقدوا أن الأرجنتين بذلك البناء التكتيكي مع بيكرمان قادر يفوز بكأس العالم نوصل إلى نهاية حلقة قصة الجمعة اشتركوا بقناة سيبي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله